فيما يخص أغلب المناطق الشمالية درجات حرارة قياسية تعيشها مجمل المناطق الشمالية خلال إن شاء الله طيلة نهار اليوم الأربعة وحسب مصادر الأرصاد الجوبية فموجة الحر تستمر إلى غاية يوم إن شاء الله الجمعة إذن نربط الاتصال مباشرة مع سارة عجوت مختصة في الأرصاد الجوبية لدى الديوان الوطني للأرصاد الجوبية مساء الخير سارة مساء النور إذن لقد أرسل الديوان الوطني الأرصاد الجوية نشرية خاصة يوم أمس تخص الولايات الآتية عند فلاب ويراتي زيوزو وبومرداس سارية مفعولها اليوم الأربعة السابع من أوت 2024 والتي ستتراوح حيث نترقب عفوا درجات حرارة قصوى تتراوح ما بين 43 و45 درجة مئوية أما بخصوص الولايات بجايا جيجل سكيكدا عن نابا والتعرف نترقب درجات حرارة قصوى ستراوح ما بين 40 و43 خاصة في جنوب هذه الولايات وتمتد مدة صلاحيتها من يوم الأربعة السابع أوت 2024 إلى غاية يوم الجمعة 9 من أوت 2024 إذن هذه النشريات الخاصة التي قمتم بإصدارها تؤكد على تسجيل موجة حر فيما يخص أغلب المناطق خاصة الشرقية للوطن تستمر خاصة بالنسبة للسواحل الوطنية إلى غاية يوم الجمعة بدرجات حرارة قصوى تتعدى 43 درجة طيب لماذا كل هذا الارتفاع في درجات الحرارة وما هو تفسيركم لهذه الوضعية الجوية السائدة الآن فيما يخص أغلب المناطق الشمالية خاصة الولايات الشرقية إذن يعود سبب ارتفاع درجات الحرارة إلى ارتفاع الضغط الجوي على مستوى طبقات الغلاف الجوي مما يعمل على ضغط الكتل الهوائية المحاذية لسطح الأرض هذا من جهة من جهة أخرى يعود سبب ارتفاع درجات الحرارة إلى التيارات الجنوبية والجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية التي تنتج بسبب المنخفضات الجوية الحرارية هذه التيارات تقوم بحامل الحرارة من المناطق الجنوبية إلى المناطق الشمالية للبلاد إذن هذا الارتفاع رأي خص المناطق الشمالية الشرقية راجعي له ببريح من جنوب الوطن نحو شمال الوطن ضمن تيارة جنوبية إلى جنوبية شرقية طيب كذلك فيه نسبة رطوبة عالية على المناطق الساحلية ما هو تفسيركم لهذه الوضعية الجوبية حقيقة نحن نسب رطوبة عالية على مستوى المناطق الساحلية للبلاد مما جعل المواطن يشعر بارتفاع نسبة درجات الحرارة مقارنة بالأعوام الماضية يعني درجات الحرارة منخفضة لكن نسبة رطوبة عالية هي ليست منخفضة لكن في المعدل الفصلي طيب لو نقارنوها بالسنة الماضية 2023 كان أحر صيف شهده العالم كانت درجات حرارة قياسية كانت القبة الحرارية لكن هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية فيه انخفاض في درجات الحرارة أو نقول أنه في المعدل الفصلي حقيقة درجات الحرارة لاحظنا درجات حرارة مرتفعة هذه السنة لكن تقل ارتفاعا بالنسبة لسنوات الماضية إذا أعطينا مثال بشهر جوليا لسنة الماضية فقد سجلت ديوان وطني الأرصاد الجوية تسع أرقام قياسية لدرجات حرارة قصوى على سبيل المثال للحاصر ولاية الجزائر سجلنا في السنة الماضية يوم 23 جوليا 2023 درجة حرارة قصوى بلغت 48.7 درجة مئوية مقارنة بالرقم القديم الذي كان 47.5 درجة مئوية والذي سجل سنة 1988 أيضا ولاية سكيكيدا سجلنا درجة الحرارة درجة الحرارة كانت مرتفعة السنة الماضية قرنها بهذه السنة تبقى في المعدل الفصلي لكن مرتفعة فصلية فقط نسبة الرطوبة العالية درجة الحرارة الفصلية أكيد تبقى تستروح بالنسبة للسواحل الوطنية بين 36 حتى 40 درجة وإياه لنسجلها الآن تقريبا على السواحل الشرقية طيب فيما يخص الرعود المنعزلة لريد خلص المناطق الداخلية ومحملة بتساقط أمطار عدية محليا معتبرة بالنسبة لأقصى الجنوب الجزائري كيف ستكون الوضع الجوية إن شاء الله إذن حقيقة نرتقب رعود منعزلة على المناطق الداخلية للبلاد والهضاب العليا وأقصى جنوب الصحراء وجبال هغر والتناصيلي هذه الرعود نعتبرها رعود منعزلة وموسمية قد تأتي محملة ببعض زخات المدار إذن دائما تستمر الأمطار عدية في تساقط بالنسبة لأقصى الجنوب الجزائري وكذلك رعود منعزلة موسمية على المناطق الداخلية وكما قلت يعني دائما تستمر الأجوء الحارة فيما يخص المناطق الشمالية لكن تبقى في المعدل الفصلي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات فيما يخص الوضعية الجوية إذن مشاهدين أجواء حارة تستمر دائما على المناطق الشرقية موجة حر بدرجة حرارة قصوى تقارب إن شاء الله إذن 43 درجة بالنسبة للسواحل الشرقية ككل من عنابة بجاية جيجلسكيكدا إلى غاية إن شاء الله يوم الجمعة وطيلة نهار اليوم تقص أكيد يبقى حار فيما يخص المناطق الشمالية وهذا راجع دائما إلى تمركز كتلة هوائية حارة على مستوى دول حفظ البحر الأبيض المتوسط وأيضا راجع له بوبرياح من المناطق الجنوبية نحو شمال الوطن ضمن تيارة جنوبية إلى جنوبية شرقية إذن مشاهدين نقول دائما الحطى والحذر عدم الخروج وقت الدروة لتجنب دربات الشمس إن شاء الله مشاهدين أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة والعودة لاستكمال الأخبار مع بيلال شكرا لك